للمزيد من واشنغتون ينضم إلينا مراسيون مجدية يازجي مجدية أهلا بك البارحة فقط كانت تتحدث القيادة الأوكرانية في إقرار أول عن فشلها في الهجوم المضاد وأنه لم يحقق نتائج المرجوة اليوم تقارير غربية تتحدث عن حجم الخسائر الكبيرة جدا على الجانب الأوكراني ما ارتدادات هذه التقارير في واشنغتون وإن كان هناك حتى أي مواقف أو تصريحات جديدة حول الهجوم المضاد في أوكرانيا نعم بالفعل تسبيح كان هناك حالة استياء في الحقيقة كنا نلمسها منذ أسابيع في الداخل الأمريكي من الهجوم المضاد الأوكراني والنتائج التي يحققها على الأرض وبالفعل بدأت تظهر هذه التقارير الميدانية التي تشير إلى خسائر كبيرة يعني تلحق بالجيش الأوكراني خلال العمليات العسكرية ضد الجيش الروسي في الفترة الأخيرة وهو التقارير الذي أشارت إليه طبعا صحيفة نيويورك تايمس ولكن في المقابل هناك مواقف مختلفة من وزارة الدفاع الأمريكية يعني لو تحدثنا عن التصريحات الأخيرة التي صدرت من وزارة الدفاع فيها إشارة إلى دفعة من الدعم العسكري بـ 800 مليون دولار تصل بجملة الدعم العسكري الأمريكي الأوكراني إلى 41 مليار دولار والمسؤولين العسكريين قالوا تسبيح بهذا الخصوص وتحديدا تعليق على موضوع نتائج الهجوم المضاد الأوكراني بأن شبه هذا الدعم الأمريكي وما يجري بأنه سباق مسافات طويلة ولا يمكن التعاطي مع الأمر بسباق المسافات القصيرة باعتباره أنه ماراثون سيأخذه الجيش الأوكراني وبالتالي من المتوقع في مثل هذا النوع من التشبيه مرة أخرى جديدة سباق الماراثون أن تكون هناك بعض المحطات التي يسجل فيها إخفاقات ليعود مرة أخرى جديدة ويسجل نجاحات متوقعة في الفترة المقبلة وهناك تعويل تحديدا مرة أخرى جديدة من البنتاجون وسائل الدفاع الأمريكية على موضوع الذخائر العنقودية وبعد ذلك هناك حديث عن تدريب الطيارين الأوكرانيين على موضوع الطائرات F-16 وبالفعل لو حصلوا عليها بعد ذلك وأن تكون هناك تغيير كبير على مجريات الساحة العسكرية والميدانية في القتال مع روسيا من واشنغتون زميل مجدية زاجي شكرا جزيلا لك مجدي